في السياق التي أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإنقلابية بإطلاق صاروخ باليستي وطائرة مفخخة استهدف محطة وقود في حي سكني بمدينة مأرب ما أسفر عن استشهاد سبعة عشر مدنيا بينهم طفلة وإصابة خمسة آخرين وكل ما سبقها من جرائم حرب ارتكبتها الميليشيات الحوثية لن يفلت مرتكبيها من العقاب وستلاحقهم دماء هؤلاء الأبرياء حتى اجتثاث مشروعهم الدموي والتدميري وقدم رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة التعازية بالضحايا المدنيين الذين استشهدوا جراء هذا العمل الإرهابي والإجرامي للميليشيات الحوثية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن لجوء ميليشيات الحوثي الانقلابية كعادتها إلى استهداف المدنيين مع فشل تصعيدها العسكري وخطتها المدعومة إيرانيا لسيطرة على مأرب وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية كبيرة يعكس النهج الدموي لهذه العصابات الإجرامية التي تسعى إلى إفشال أي توجه نحو السلام مشيرا إلى أن هذه المذبحة الدموية بحق الأبرياء هي الرد العملي والمتوقع من ميليشيات إرهابية على الجهود الدولية لإحلال السلام تنفيذا لأجندة ومشروع إيران لابتزاز العالم داعيا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يرقى إلى حجم المجازر الإرهابية والجرائم التي تتمادى الميليشيات الحوثية في ارتكابها يوميا ضد المدنيين والنازحين مستغلة هذا الصمت والتساهل الدولي وطلع رئيس الوزراء من محافظ مأرب إلى تقرير أولي حول تفاصيل هذه المجزرة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي مؤكدا أنها تعبر عن النفسية الجبانة لقياداتها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة وسقور الجو في أطراف محافظة مأرب مشيرا إلى مجمل التطورات في المحافظة في الجوانب العسكرية والأمنية والخدمية والتنموية وما تبذله السلطة المحلية من جهود للتعامل معها هذا وحي رئيس الوزراء عالي أن الدور البطولي للجيش الوطني والمقاومة الشعبية والرجال القبائل والشعب اليمني وبدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في معركة استكمال استعادة الدولة وتحرير كامل تراب الوطن من العصابة الحوثية المدعومة إيرانيا مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تضع في أولى أولوياتها تقديم كامل الدعم للجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل في هذه المعركة المصيرية حتى استكمال وإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة